الشيخ صباح السالم المبارك الصباح العبدالله الجابر الصباح هو حاكم الكويت الثاني عشر منذ عام 1965 حتى عام 1977 ميلادية هو صباح الثالث من حيث التسمية والحاكم الثاني عشر من أمراء الصباح الذين حكموا الكويت ولد في الكويت بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر لعام 1915 ميلادية ثم درس علوم القرآن الكريم والحديث الشريف واللغة العربية والأدب تسلم ما زمام الحكم في البلاد يوم الأربعة الثاني من شهر شعبان لعام 1385 للهجرة الموافق للرابع والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1965 وذلك بعد وفاة أخي الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله عهد إليه في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح إنشاء ورئاسة دائرة الشرطة العامة التي أصبحت فيما بعد تشكل وزارة الداخلية وكان ذلك في عام 1938 حيث بقي رئيسا لها طوال فترة امتدت 21 عاما ثم عين رئيسا لدائرة الصحة في السابع من فبراير لعام 1959 وكان أول رئيس للخارجية قبل أن تصبح وزارة وذلك بتاريخ الثالث من أكتوبر لعام 1961 ميلادية أصبح بعدها وزيرا للخارجية في أول وزارة شكلت في الكويت بتاريخ السابع عشر من يناير لعام 1962 وذلك في أعقاب حصول الكويت على استقلالها وإلغاء المعاهدة التي عقدها المغفور له الشيخ مبارك الكبير مع الحكومة البريطانية وانتخاب أول مجلس تأسيسي في الكويت ثم أصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ الرابع والعشرين من يناير لعام 1962 ميلادية وكلف بتشكيل الوزارة لأول مرة بتاريخ سبعة وعشرين يناير لعام 1963 ثم كلف بتشكيل الوزارة الثانية في تاريخ 30 نوفمبر لعام 1964 وكلف أيضا بتشكيل الوزارة الثالثة بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر عام 1964 حيث بقي رئيسا لبجلس الوزراء حتى تولى الحكم بعد أن كان قد رشحه الشيخ عبدالله السالم الصباح في التاسع والعشرين من أكتوبر لعام 1962 ليكون وليا للعهد وزكى المجلس التاسيسي هذا الترشيح وكان خلال تلك الفترة السعد الأيمن للشيخ عبدالله السالم وشهد كثير من المشاريع الحيوية ومن بينها مشروع مستشفى الصباح وافتتاح الدورة العربية الثانية لكرة القدم التي أقيمت بالكويت عام 1964 ثم نودي به أميرا للكويت يوم الرابع والعشرين من نوفمبر لعام 1965 خلفا لأخيه الشيخ عبدالله السالم الصباح وكان من جميل الصدف أن تكون ذكرى مولده يوم توليه الحكم في البلاد